السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن زمن المضارع البسيط وكل ما يتعلق به كل زمن نحتاج سبع أشياء يعني بزمن المضارع البسيط سبع أشياء يجب أن نعرفها عن زمن المضارع البسيط يعني نتعلم كل شيء يتعلق بهذا الزمن في فيديو واحد بحيث لا تحتار باستخدام هذا الزمن طبعا present simple المضارع البسيط طبعا بسيط لأنه تكون من أبسط أشكال الفعل يعني إذا كان الفعل عندنا eat, eat, eaten نستخدم الفعل بالشكل الأول الشكل الأول للفعل وليس ate وليس eaten إذن أول شكل الفعل نستخدم بهذا الزمن مثل نقول he eats an apple every day يعني يأكل تفاحة كل يوم نلاحظ الفعل هو eat لكن ضفنا S المفرد الغاب الـ S هذا نسميها S المفرد الغاب third singular person is يعني S الشخص الثالث أو S المفرد الغاب نضيف إذا كان الفعل he, she, at أيضا مضارع أو نسميه مضارع بسيط أو حاضر بسيط يعني لما نترجم من الإنجليزي إلى العربي باللغة العربية لا يوجد لدينا حاضر نقول حاضر نقول مضارع زمن مضارع يعني فعل مضارع فعل ماضي فعل بالمستقبل إذن أو فعل أمر إذن فعل مضارع وليس فعل حاضر بالعرب لا نقول فعل حاضر فعل مضارع أولا من الأشياء التي يجب أن نعرفها بزمن المضارع البسيط متى أستخدم هذا الزمن نستخدمه مع أشياء مكرر يعني فعل مكرر وحدث مكرر ممكن يوميا شهريا كل دقيقة كل ساعة كل وهكذا إذن نستخدم زمن المضارع البسيط أيضا مع العادات مع العادات دائما نستخدم المضارع البسيط يعني نقول يعني يشرب فنجان شاي في الصباح يعني متعود كل صباح يشرب فنجان شاي إذن هذا شيء متكرر أو عادة بهذا الحالة نستخدم الفعل بالتصرف الأول يعني بالشكل الأول للفعل إذن نستخدم درينك لا نستخدم درينك بالماضي ولا نستخدم درينك بالأزمن التامة نتحدث عنها أو تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة أيضا ضفنا اس المفرد الغائب أيضا كان لدينا حقيقة علمية كيف يعني حقيقة علمية نقول fish live in water يعني يعيش السمك في الماء هنا نتحدث عن السمك بشكل عام أيضا نقول مثلا cows eat grass cows eat grass تأكل الأبقار العشوب أيضا هذه حقيقة علمية نستخدم زمن المضارع بسيط يعني الفعل بالتصرف الأول نلاحظ هنا نقول fish live in water السمك يعيش في الماء بشكل عام لو وضعنا s نقول fish lives in water تعيش السمكة يعني نقصد بها سمكة واحدة إذا ثلاث استخدامات إذا كان لدينا حدث متكرر إذا كان لدينا عادة أو إذا كان لدينا حقيقة عامة نستخدم زمن المضارع البسيط هذا بالنسبة للإستخدام أيضا الشيء الثاني لجب أن نعرفه إذا كان الفاعل يعني بداية الجملة he she it أو اسم مفرد مثلا عالي mary cat مثل عندنا story إذا قصة شيء مفرد إذا كان لدينا مثلا اسم حيوان قدنا cat اسم نبات rice وهكذا الفعل أو الكلمة اللي بعدها نضيف لها s أو اس نسمي هذا الاس third singular person s يعني s الشخص المفرد الثالث أو اسم مفرد الغائب نسميها اسم مفرد الغائب أو اسم الشخص الثالث لماذا نضيفها؟ قاعد عندهم مثلا ناخد جملة ali likes english يحب علي اللغة الإنجليزية اللحظة هو أصل الفعل like يعني يجب أن نقول ali like english لكن هنا في بداية الجملة اسم مفرد يعني واحد عند إذن نضفنا الفعل s نسميها اسم مفرد الغائب طب لو وضعنا الاس خطأ نعم خطأ هل تغير من ترجمة الجملة؟ أبدا لا تغير طب ليه نضفها؟ قاعد عند لديهم نحفظها أيضا إذا كان he أيضا he likes english إذن هذا نضيف s مثل نضيف es إذا كان الفعل متاب ch sh x o s z بهذا الحال الفعل نضيف له es مثلا نقول she brushes her teeth يعني هي تغسل أو تنظف أسنانها اللحظة الفعل brush وانتهي sh بهذا الحال نضيف es نقول she watches أيضا الفعل watch من تاب ch أو t ch نضيف es she watches tv هي تشاهد التلفاز بهذا الحال أيضا نضيف للفعل es إذا كان الفعل يعني هذا الفعل منتهي بأحد النهايات هذه نضيف للفعل es إذا كان الفعل لا ينتهي بأحد النهايات نضيف فقط es مثلا لدينا الفعل like منتهي بأحد ليس من هذه الكلمات فقط نضيف es أيضا الـ es التي ضفناها لها ثلاث الفاظ ياما نقول ز ياما س ياما is لاحظ نهايات تكلمنا عنها نضيف es دائما نشوف es تلفظها is لاحظ is c-h-s-h c-h-o x-s-s هذه دائما نشوف es ننفظها is إذا كان لدينا f k-p-t مثلا عندنا كلمة puts اللاحظ منتهي t وضفنا s بهذا الحال ناقل puts puts ليش لمنتهي t نحفظ هذه f k-p-t نضيف s وننفظها s إذا كان الفعل منتهي a-i-o-u e-b-d-g-m-n-v-y مثلا نقول send لا نقول since s منتهي الفعل d عند إذن ننفظه za نكتبه sa لكن ننفظه za إذن ثلاث ألف one two three دائما es ننفظها is إذا كان f-k-p-t ننفظها sa باقي الحروف ننفظها za لتشكيل سؤال إذا كانت جملة فيها am is are لا نحتاج لا do ولا does لتشكيل السؤال كيف يعني مثلا he is happy هو يكون سعيد تشكيل السؤال فقط نضع is في بداية الجملة تصبح is he happy هل هو سعيد على أن تستفهم ونترجم is هل يعني هل هو سعيد هل هو يكون سعيد أثناء الإجابة فقط نقلب أول كلمتين يعني تصبح yes نقلب أول كلمتين yes he is no he is not أو نختصر isn't يعني لا نقول does he is happy بهذا الشكل إذن هذا خطأ دائما نشوف am is are تشكيل السؤال فقط نضع am is are في بداية الجملة أيضا الجملة بها can لا نحتاج إلى do does مثلا he can swim in the sea هو يستطيع أن يسبح في البحر فقط نقلب أول كلمتين تصبح can he swim وكملة جملة كما هي in the sea أثناء الإجابة فقط أقلب أول كلمتين تصبح yes he can no he can't نعم كما يستطيع كلا ليسا فقط نقلب أول كلمتين دائما بالسؤال سأني ب is أجيب is can 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 طب إذا الجملة لا يوجد فيها am is are can عند إذا نحتاج do does does أستخدمها مع he و she و it والاسم المفرد كيف يعني مفرد مثل علي اسم مفرد mary وهكذا اسم مفرد يعني شيء واحد do نستخدم i we you they والاسم يكون جمع مثلا علي and mary علي و mary the cats القطط إذا شيء جمع مثلا he likes English هو أو هو يحب اللغة الإنجليزية اللحظة يسم مفرد الغائب بهذا الحال لا يستطيع نقول likes he English يعني نضع like في بداية الجملة هذا خطأ نحتاج إلى do و does اللحظة بداية الجملة he عند إذن نضع does في بداية الجملة ونترجم does بهل نضع does حرف كبير بعدها الh small letter does he like ونحذف ال-s يعني بعد does نحذف ال-s لماذا لأنه does فعل قوي يأتي بعدها الفعل بسجرة المصدر يعني بدون أي إضافة ال-s وال-s هيتعتبر إضافة بعد does نحذف does he like English هل يحب الإنجليزية أثنان إجابة فقط أقلب أول كلمتين تصبح yes he does no he does وحمل عليها not أو اختصر doesn't هذا الشكل إذن وضعنا does بداية الجملة does he like English yes he does no he doesn't بس قلبت أول كلمتين أو فقط قلبت أول كلمتين طب ذكاء لدينا هذا الجملة they like English هم يحبون الإنجليزية لنصع أن نقول like they English هذا خطأ نحتاج إلى كما قلنا do و does هنا في ذات الجملة they نستخدم do تصبح do they like English يعني هل يحبون اللغة الإنجليزية نقلب أول كلمتين تصبح yes they do نعم يحبون no they don't كلا لا يحبون الآن كيف أنفي لاحظ he is happy هو سعيد أريد أن أنفيها هو لا يكون سعيد أو ليس سعيد فقط نضع not he is not happy أو نختصرها isn't he can swim in the sea يعني لا يستطيع أن يسبح في البحر أريد أن فيها فقط بعد كان أضع not تصبح he can not swim هو لا يستطيع أن يسبح في البحر أو نختصرها can't نقول he likes english هو يحب اللغة الإنجليزية لنفيها نحتاج إلى do not أو نحتاج إلى does not كما قلنا he و shit تحتاج does why we they تحتاج do he نستخدم قبل كما قلنا doesn't he doesn't ونحذف ال-s he doesn't like english هو لا يحب اللغة الإنجليزية لو كان لدينا they like english هم لا يحبون اللغة الإنجليزية وأيضا نحذف كما قلنا ال-s من الفعل يلا نقول he doesn't likes he doesn't like أيضا نضع قبل الفعل don't تصبح they don't like english هم لا يحبون اللغة الإنجليزية آخر شي الظروف ظروف التكرار adverbs or frequency ظروف التكرار مثل لدينا always usually sometimes often إذن always sometimes يعني أحيانا usually أو usually عادة often غالبا أو often never rarely يعني نادرا أو hardly ever يعني بالكاد هذه الكلمات تأتي بعد am is are بعدها لو كان لدينا مثلا عدنا فعل عادي eat drink وهكذا تأتي أين قبلها إذن قبل الفعل مثلا he is usually happy هو عادة سعيد اللحظ is جاء الظروف بعدها he usually eats fish يعني هو عادة يأكل عادة يأكل السمك اللحظ eat جاء الظروف قبلها أيضا نستخدم every مثلا every day every week every month وهكذا إذا استخدمنا every ممكن نضعها في بداية الجملة مثلا every week he نقول every week he eats fish يعني كل أسبوع هو يأكل سمك أو نضعها في ناتة الجملة he eats fish every week أيضا مثلا نقول once مرة once weekly مرة أسبوعيا twice weekly مرتين أسبوعيا from time to time from time to time من الحين إلى الآخر أيضا نستخدمها بزمن المضارع البسيط يعني شيء متكرر بهذا الشكل اللحين ندرسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن زمن present simple يعني كل ما يتعلق في هذا الزمن من الألف وحتى الياء أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته